بسم الله الرحمن الرحيم أبنائنا طلبة وطالبات أسف الثالث سنوي الزراعي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة ومادة محاصيل الحق لجميع التخصصات في حلقة النهاردة إحنا إن شاء الله هنراجع مع بعض مادة محاصيل الحق لفصورة مراجعة عامة جاية المراجعة في صورة أسئلة وأجوبة أسئلة محكاة لأسئلة الامتحان اللي أنت هتمتحانها فإحنا المطلوب منك إنك إنت ورقة وقلم وتكتب معانا بعض الأسئلة اللي ممكن إن شاء الله لما ذاكرها كويس هتيجي منها أسئلة الامتحان بتاعتك وإن شاء الله تنجح وتعدي السنة دي بإذن الله وتبقى إنسان مفيد لمجتمعك ولنفسك وأسرتك والبيئة المحيطة لك تعالوا نشوف مع بعض في مراجعة النهاردة في مادة محاصيل الحق على سبيل المثال عرف كل من حاجات هنعرفها مع بعض سهلة جدا هنشوفها مع بعض الزراعة العضوية إيه هي الزراعة العضوية؟ هتقول في تعريف الزراعة العضوية هي نظام انتاج زراعي اجتماعي بيئي متكامل يتجنب استخدام الأسمدة المعدنية والمبيدات المخلقة والتي تتلامس مباشرة مع النبات أو الطربة أو الأملاح الطبعية يعني الزراعة العضوية اللي أنا هستخدمها كده مش هستخدم فيها أي أنواع الأسمدة أو المبيدات التعريف مرة تانية الزراعة العضوية هي نظام انتاج زراعي اجتماعي بيئي متكامل يتجنب استخدام الأسمدة المعدنية والمبيدات المخلقة والتي تتلامس مباشرة مع النبات أو الطربة أو الأملاح الطبعية النقطة اللي بعد كده الكمبوست ايه هو الكمبوست احنا درسناه وعرفنا ايه هو الكمبوست هنشوف التعريف بتاعه هو السماد العضوي الناتج من التحلل الهوائي للمخلفات العضوية النباتية اللي هي بقايا المحاصيل الزراعية الجافة والخضراء وتقليم الأشجار وغيرها يعني أي مخلفات عندك في المزرعة مخلفات نباتية بتستخدمها ايه في الكمبوست أو سماد طبيعي أو المخلفات العضوية الحيوانية السماد البلدي وسبلة الخيل وزراء الدواجن وغيرها أو خلطهما معا مع بعض الإضافات ايه الأخرى في الحالة ديه الكمبوست هو سماد عضوي ناتج من التحلل الهوائي لكن تحلل الهوائي يبقى مش هيكون سماد ايه عضوي هينتج عنه ايه حاجة تانية خلص يبقى الكمبوست التعريف بتاعه هو السماد العضوي الناتج من التحلل الهوائي للمخلفات العضوية النباتية بقايا المحاصيل الزراعية الجافة والخضراء وتقليم الأشجار وغيرها أو المخلفات العضوية الحيوانية السماد البلدي وسبلة الخيل وزراء الدواجن وغيرها أو خلطهما معا مع بعض الإضافات الأخرى النقطة اللي بعد كده التنوع الحيوي ايه هو التنوع الحيوي؟ قال لك التنوع الحيوي هو عبارة عن مجموعة الكائنات الحية نباتية كانت أم حيوانية أو أحياء دقيقة تعيش على سطح القرى الأرضية سواء في البحر أو على الأرض أو في الهواء برية كانت أو مستأنسة يبقى التنوع الحيوي بتاعنا عبارة عن مجموعة الكائنات الحية نباتية كانت أم حيوانية أو أحياء دقيقة تعيش على سطح القرى الأرضية سواء في البحر أو على الأرض أو في الهواء برية كانت أو مستأنسة الوقود الحيوي ايه هو الوقود الحيوي طبعا احنا كلنا عارفين ان الوقود المعدن اللي احنا عارفينه زي البنزيم الصولر والحاجات اللي احنا بتستخدمها ايه في العربيات لكن في نوع جديد اسم الوقود الحيوي ايه هو الوقود الحيوي نعرفه هو انتاج الطاقة من الكائنات الحية سواء النباتية محاصيل منزرعة او نباتات طبعية او الحيوانية ايه منها يبقى الوقود الحيوي هو انتاج الطاقة من الكائنات الحية سواء النباتية محاصيل منزرعة او نباتات طبعية او الحيوانية ايه منها النقطة اللي بعد كده التوسع الزراعي الافقي ايه هو التوسع الزراعي الافقي انا لما احب اعمل تنمية واعمل توسع انا عندي نوعين من التوسع في جمهورية مصر العربية توسع الزراعي افقي وتوسع الزراعي رأسي الاتنين بيجودنا في الامتحان في صورة تعريف أو أذكر أنواع التوسع في جمهورية مصر العربية يبقى التوسع الزراع الأفقي التعريف بتاعه هو زيادة المساحة المنزرعة باستصلاح مساحات في الأراضي الجديدة القابلة للزراعة يبقى التوسع الزراع الأفقي هو زيادة المساحة المنزرعة باستصلاح مساحات في الأراضي الجديدة القابلة للزراعة ولكن التوسع الزراع الرأسي هيقول فيه إيه؟ التوسع الزراع الرأسي يبقى أنا كده في الحالة دي هزود إنتاجية الفدان يبقى في الأفقي زودت مساحة مزروعة زودت أرض لو أنا هزرع مليون فدان لا هزرع مليون ونص ولكن في التوسع الزراعي الأفقي هارفع غلة الفدان يعني هزود عدد الردب يعني الفدان أنتج أصناف بدل ما تجيب 24 أردب لقيت ديني 30 أردب نشوف التعريف للتوسع الزراعي الأفقي هو زيادة غلة الفدان من وحدة المساحة بإصطنباط أصناف جديدة عالية الإنتاج يبقى تعريف التوسع الزراعي الرأسي تاني هو زيادة غلة الفدان من وحدة المساحة بإصطنباط أصناف جديدة عالية الإنتاج النقطة اللي بعد كده أهم الجهود المبزولة للتوسع الزراعي الأفقي في مصر إيه هي الجهود دولتنا مصر بتعملها علشان نعمل توسع الزراعي أفقي بمعنى أن نحن نزود المساحة المزروعة في جمهورية مصر العربية علينا نشوفها مع بعض رقم واحد مشروع استصلاح والزراع المليون ونص فدان ويتم في مناطق متفرقة من الأراضي الجديدة لزيادة المساحة المنزرعة من الرقعة الزراعية ويعتمد في الريف الغالب على المياه الجوفية يبقى أول مشروع عندنا للتوسع الزراعي الأفقي رقم واحد مشروع استصلاح والزراع المليون ونص فدان وده من برنامج الرئيس عب فتاح السيسي تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده تاني حاجة مشروع تشكا يهدف المشروع لزراعة حوالي نصف مليون فدان ويعتمد في الريف على مياه النيل يعني احنا المليون ونص فدان هيعتمد في الريف على المياه الجوفية ولكن مشروع تشكا يعتمد فيه الريف على مياه النيل يهدف مشروع تشكا لزراعة حوالي نصف مليون فدان ويعتمد في الريف على مياه النيل تالت حاجة مشروع ترعة السلام مشروع ترعة السلام يهدف المشروع لزراعة 220 ألف فدان من الأراضي الجديدة المستصلحة غرب قناة السويس و400 ألف فدان من الأراضي المستصلحة شرق القناة ويعتمد في الريف على مياه النيل يعني ده تاني مشروع يعتمد على مياه النيل عندنا بعد مشروع تشكا ثالث مشروع مشروع طرعة السلام يهدف المشروع لزراعة 220 ألف فدان من الأراضي الجديدة غرب القنوة 400 ألف فدان شرق القنوة يعتمد على مياه النيل في الري المشروع الرابع مشروع شرق العوينات ويهدف المشروع لزراعة 255 ألف فدان ويعتمد في الري على المياه الجوفية يبقى احنا كده أربع مشاريع اتنين يعتمدوا على المياه الجوفية واتنين يعتمدوا على مياه النيل المليون ونصف فدان يعتمد على المياه الجوفية وشركة العواينات يعتمد على المياه الجوفية ولكن ترعت السلام ومشروع تشكة يعتمد على مياه النيل رقم 5 ضرب الاربعين يهدف المشروع لزراعة 120 الف فدان من الاراضي الجديدة ويعتمد في الرأي على المياه الجوفية ويقع مشروع ضرب الاربعين في الصحراء الغربية يبقى خمس مشروع معنا للجهود اللي بتبزلها المصر للتوسع الأفكي عندنا مشروع ضرب الاربعين خمس حاجة اللي يهدف المشروع لزراعة 120 الف فدان من الاراضي الجديدة ويعتمد في الرأي على المياه الجوفية ويقع مشروع ضرب الاربعين في الصحراء الغربية كيف يمكنك الاستدلال على خصوبة التربة؟ السؤال ده ما فيش امتحان بيخلى منه لوك كيف يمكنك الاستدلال على خصوبة التربة؟ ممكن يجيلك فيه نوعين كيف يمكنك الاستدلال على خصوبة الارض منزرعة أو غير منزرعة؟ اذا كانت منزرعة فانت هتحكم على الخصوبة عن طريق النباتات والمحصول منزرعة في الارض ديت واذا كانت غير منزرعة فانت هتحكم على الشكل الظهري للتربة فإحنا كيف يمكنك الاستدلال على خصوبة التربة وهي منزرعة؟ تعالوا نشوف هتحكم على ازاي؟ الاستدلال على خصوبة التربة وهي منزرعة من خلال النقاط الاتية رقم واحد تكون خالية من البقع البائرة وسط الزرع يعني ايه بقع بائرة؟ او البقع الخالية لما انا اكون زرع برسيم او اكون زرع قامحة او اكون زرع دورة ما يكونش فيه مساحات مش طالح فيها نباتات يعني النباتات عندي نمية في كل الاماكن في الارض ايه عندي؟ ولكن لو وجدت اماكن خالية من الزرع بنقول عليها اماكن بائرة او خالية يبقى اول نقطة بحكم بها تكون خالية من البقع البائرة وسط الزرع رقم اتنين عند من نمو الامح او الفول او الزرع الشامية يكون النمو جيدا بها يبقى عند نمو القامحة او الفول او الزرع الشامية جيدا بها يعني النمو ايه يكون جيد يكون مصطرة يعني اللون لون واحد لون ازرع جميل طول النباتات طول متساوي واحد كله ولكن ما فيش تفاوت بين ايه اطوال نباتات خصوصا في محصول الزورة ايه الشامية النقطة التالتة نمو النباتات لها نمو حسنا طبعا الحسنا اللي احنا شرحناها في النقطة اللي فاتت اللي اتكلمنا عليها ايه من ناحية ايه اللون اللون بنقول على النبات ده لون ازرق او نبات ريان او نبات ايه قوي ليه لان الارض عندي قوية والخصوبة بتاعتها خصوبة ايه عالية النقطة اللي بعد كده كل تنمو الحشائش بها خصوصا الحشائش الخبيثة والمعمرة يعني الارض عندي لما تكون نظيفة ما فيهاش حشائش خصوصا الحشائش الخبيثة والمعمرة ايه الحشائش الخبيثة والمعمرة اللي هي حششة النجيلة حششة الحمول حششة الهلوك دي حشائش من الحشاشة الخبيثة ما يتكونش موجودة ايه في الارض دي النقطة اللي بعد كده توفر مصدر للري وكذلك الصرف بها يعني يكون عندي مصدر ري ومصدر ايه صرف مش اروح اشتري ارض وارد الارض دي الخصوبة بتاعتها عالية وتكون بعيدة عن مصدر الري انا مش هقدر اوصلها اها مية طيب ما هي خصوبتها عالية اي نعم في التحليل كما هو بتاعها ولكن غاب عنصر من عناصر الخصب اللي هي المية او مصدر الري فانت هتزرحها ازاي اذا كان ما فيش مية ايه لها وكذلك ايه الصرف انت عندك الارض اذا زادت ما كانش اليها مصارف سواء كانت مغطاة او مكشوفة فكده مستوى الماء الارض عندي بيعلى وبيأثرلي على المحصول بالسلب او بالتناقص النقطة اللي بعد كده ما الجهود التي ينبغي ان تبذل للمحافظة على خصوبة الطربة حضرتك دلوقتي شغال في مزرعة او عندك مزرعة سواء كانت مساحتها كبيرة او صغيرة عايز تحافظ على الخصوبة بتاعتها ايه الشغل اللي انت هتعمله ايه المجهود اللي انت هتبذله علشان تحافظ على الارض بتاعتك دي تكون قوية وتديك محصول جيد هتعمل ايه تعالى الاجابة بتاعتها رقم واحد العناية بتسميد الطربة بالاسمدة العضوية والكيموية بمعنى اضيف السماد البلدي والسماد المعدني او سماد الكيموي سواء كان صوبار فوسفات نطراتنا شادر او يوريا 46 او اي نوع من انواع الاسمدة المعدنية بجانب السماد العضوية سواء كان كومبوست او سماد بلدي او بقايا ايه نباتية بخلطها ايه في الارض النقطة اللي بعد كده العناية باستخدام نظام الري المناسب لنوع الارض والمحصول يعني استخدم نظام ري مناسب ما اروحش انا في الاراضي الرملية السقيلة واستخدم فيها نظام الري بالغمر ولكن استخدم فيها نظام الري بالطنقيت ونظام الري ايه بالرش ليه علشان اوفر مياه الري لان انا لو استخدمت برنامج الري بالغمر في الاراضي الرملية فكده هيكون عندي فوقت كبير جدا جدا في مياه الري النقطة اللي بعد كده الاهتمام بعمل شبكة الصرف وتطهيرها وصياناتها طبعا لازم لابد ان يكون لدي شبكة صرف جيدة اهتم بتطهيرها وصياناتها وتسلكها ليه لان شبكة الصرف هتسحب لي المياه الزائدة عن الري كلها وتودها لي ايه في المصارف وبالتالي مسوى الماء الارضي عندي مش هيعلى الارضي عندي مش هتطبل ولا هتملح النقطة اللي بعد كده العناية بتسوية سطح الطربة يعني ايه اسوي سطح الطربة سواء كان تسوية عادية بالقصابية او تسوية ايه بالليزر ليه علشان لما عدروي المياه ما تركينش في مكان ومكان التاني ما تطلعش فيه ايه المياه فيه يعني مكان يغرق ومكان يبقى ايه عشان عندي ايه في الارض لما زرع البزرة ما تفقحش مني وتحمص في مكان تفقح في الحتة اللي تجمعت فيها المياه وتحمص في المنطقة اللي هي ما وصلتهاش ايه ميت الري النقطة اللي بعد كده مع بعضنا اتباع دورة زراعية مناسبة وزراحة المحاصيل البقولية يعني ايه اتباع الدورة زراعية سليمة او مناسبة اشوف الدورة المناسبة يعني اجيب المحاصيل تاخدم بعضها البعض يعني محصول نجيلي مع محصول بقولي المحاصيل متعمقة الجزور مع المحاصيل سطحية الجزور فبالتالي انا اقدر كده حافظ على ايه خواص الطربة ليه لان في بعض المحاصيل بتستهلك عنصر معين وتطرق بعض العناصر المحاصيل تانية هتستهلك العنصر اللي تبقى على سبيل المثال عنصر الزنك المحاصيل النجلية من المحاصيل شرهة جدا لإسهلاك عنصر ايه الزنك وبينما المحاصيل البقولية بتوفر عنصر الزنك والازوت ايه في الطرب تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده مقاومة الحشائش بطرق افضل من المبيدات ليه افضل من المبيدات علشان ما يحدثش ايه تلوث عندي التلوث هيحدث في الارض او في الجو عن الطريق استخدام ايه المبيدات يبقى انا هنا في مقاومة الحشائش اقاوم الحشاش اما بالالعب الايدي او بالعزيب يبقى مقاومة الحشاش بطرق افضل من ايه من المبيدات النقطة اللي بعد كده اتباع جميع العمليات الموصي بها يعني في حزم التوصيات بتنزلها وزارة الزراعة مع أي محصول بجيب النشرة بتاع المحصول ديت وطبق حزمة التوصيات اللي هي نزلة معه اللي هي جميع العمليات سواء كانت ري زراعة تسميد عزيق حصاد مقاومة حشارش مقاومة أفت اتبع العمليات في مواعيتها الموصي بها وبالطريقة الموصي بها لكل محصول حسب نوعه رقم 8 العناية باستخدام التقاوي المنطقة والمناسبة للمنطقة يعني أنا دلوقت أجيب التقاوي المناسبة للمنطقة عندي على سبيل المثال أنا عندي أمح الضيورة اللي هو أمح المقارونة بيزرع في صعيد مصر مينفعش أجيب أمح المقارونة وزرعه في الوجه البحري ليه لأن أنا لو جبت الأمح المقارونة وزرعته في الوجه البحري هيصاب بالأمراض والأصداء والناتج الاقتصادي بتاعه هيكون قليل يعني هيسبب ليه خسارة ففي الحالة دي هستخدم التقاوي المنطقة والمناسبة ليه للمنطقة بتحتي معانا سؤالي مهم جدا عن مسائل الخزب دي مسألة بيقولك اكتب معايا فيها قطعاتان من الأرض متسوياتان زرعات قمحة أنتجت الأولى 15 أرداب زائد 12 حمل تبن وبلغ ربحها 5700 جنيه وانتجت الثانية 12 أرداب زائد 10 حمل تبن وبلغت مصروفاتها 2500 جنيه أيهما أخصب ولماذا إذا علمت أن ثمن أرداب القمحة 420 جنيه وثمن حمل تبن 200 جنيه إيه المثال ده؟ المثال ده بيجيلك بتحله علشان تحكم على خزب الأراضي أو تحكم على نوعية الأراضي من ناحية الإنتاج بتاعها من خلال السجلات المزرعية اللي أنت سجلت إيه فيها أنت بتبدأ تحكم على الأرض دي إذا كانت خزبة أو غير إيه خزبة فأنا عندي ثلاث أنواع من الأراضي أقدر أحكم عليها الأرض إذا حققت عندي ربح بتكون الأرض هنا خزبة إذا تكون الأرض إيه خزبة إذا حققت ربح أما إذا الأرض تساوت مصروفاتها وإراداتها يعني لم تحقق ربح أو خسارة ففي الحالة دي تسمى أراضي محيدة تسمى أراضي إيه؟ محيدة ولكن إذا كان النوع الثالث من الأراضي حققت خسارة ولم تحقق ربح فإذا تسمى الأراضي في هذه الحالة أراضي جدباء أراضي إيه؟ جدباء إذن الحكم على الأراضي من خلال الأمثلة دي بيجي لك مثال زي ده في الامتحان بتبدأ تحله وتمشي على الخطوات إيه بتاعته تعال نشوف قانون اللي إحنا هنتبع وهو لحل المثال ده مع بعضينا رقم واحد في حاجة اسمها معطيات المسألة لازم أن تكتبها إيه المحطيات؟ الداني في القطعة الأولى قال لي القطعة الأولى أنتجت 15 أردب و12 حملت ابن والربح بتاعها كان 5700 جنيه والقطعة الثانية أنتجت 12 أردب و10 حملت ابن ومصرفاتها كانت 2500 جنيه يعني في القطعة الأولى الداني ربح والتانية الداني إيه؟ مصرفات طيب أنا علشان نشوف القانون مع بعض ونطبق لازم نشوف إيه اللي غايب وكل قطعة ونبدأ نجيبه علشان نقدر نوصل لأيهما أخسب ولماذا؟ سعر أردب القامح 420 جنيه وحملت ابن 200 جنيه ده في معطيات المسألة يبقى احنا كده هنكتب مع بعض إرادات القطعة الأولى بعدما كتبنا إيه المحطيات ونحل القطعة الأولى نشوفها تديني إيه في القطعة الأولى رقم واحد هجيب حاجة اسمها الإرادات الإرادات بتساوي 15 أردب اللي هي وحدات الإنتاج في سعر الوحدة 15 أردب في 420 جنيه اللي هو 420 جنيه سعر إيه الأردب القامح زائد 12 اللي هو إدتني 12 حملة ابن ودي وحدات إنتاج في 200 جنيه اللي هو 8 حملة ابن يبقى أنا كده عندي 15 في 420 8 بزور زائد 12 في 200 8 تب يبقى 6300 زائد 2400 جنيه بتساوي جملة الإرادات عندي 8700 جنيه طيب النقطة اللي هجيبها تاني حاجة المصروفات هناك إداني إيه الربح كان عطيني فيها إيه الربح يبقى الربح المصروفات بتساوي الإرادات ناقص إيه الربح فمصروفات القطعة الأولى كانت 8700 جنيه ناقص 5700 اللي هي الربح يبقى هتديني الربح عندي 3000 جنيه يبقى أنا عندي هنا الربح إداني كام 3000 جنيه ربح طيب النسبة المقاوية للربح قالك الربح بيساوي الربح على المصروفات في 100 طيب الربح عندي كان 5700 مصروفاتها 3000 جنيه في 100 يبقى ادتني ربحت معايا 190 في المية يبقى الأولى كده إدتني كام ربح ادتني 190 في المية ربح تعالوا نشوف القطعة التانية إرادات القطعة التانية نفس القانون اللي احنا مشينا عليه بنفس الخطوات ونحل القطعة التانية هنجيب إيه الإرادات إرادات القطعة التانية هي إدتني 12 أرداب يبقى 12 أرداب أمح فيه 420 اللي هو سعر الأرداب زائد العشرة حملة تبني فيه 200 جنيه اللي هو 8 حملة تبن يبقى إدتني 5040 زائد 2000 جنيه يبقى جملة الإرادات عندي 740 جنيه طيب الخطوة اللي بعد كده هنجيب فيها الربح هناك كان عطينا الربح هنا هنجيب ايه الربح الربح قال لك بيساوي ايه بيساوي الإرادات ناقص المصروفات الإرادات عندي كانت 740 جنيه والمصروفات 2500 جنيه يبقى إجمال الربح عندي 4540 طيب هتجيب النسبة المقاوية بتاعته اه يبقى النسبة المقاوية للربح للثانية بتساوي الربح على المصروفات في مية هتساوي 4540 على 2500 جنيه في مية ساوت 181 وستة من عشرة ايه في المية طيب القطع اللي فاتت الأولى كانت نسبة الربح كانت كان معنا كانت 190 في المية أما نسبة الربح معنا هنا كان 181 وستة من عشرة إذن الأرض أيهما أخصب ولماذا هتقول هنا القطع الأولى أخصب من الثانية لماذا لارتفاع النسبة المقاوية ايه للربح يبقى هنا إذن القطع الأولى أخصب من الثانية لأن النسبة المقاوية للربح ايه أعلى ليه لأنها حقاقت معايا 190 في المية ربح أما التانية حقاقت معايا 181 وستة من عشرة في المية ربح تعالوا نشوف مثال تاني سؤال تاني تخير الإجابة الصحيحة من بين الأقواص هيجيب لك الأزئلة السؤال بين القصين أنت هتختار الإجابة الصحيحة رقم واحد أرض تتساوى مصرفاتها مع إيراداتها هي أرض لسأيلينها من شوية وإننا في الثلاث أنواع الأراضي إذا الأرض حقاقت معايا ربح تسمى أرض خزبة تتساوى المصرفات والإيرادات تسمى أرض محيدة كانت المصرفات أعلى من الإيرادات تسمى أرض جدباء يبقى هنا إيه الإجابة رقم واحد أرض تتساوى مصرفاتها مع إيراداتها هي أرض الله ينور عليكم هي أرض محيدة يبقى هنا أرض محيدة اخترت محيدة رقم اتنين يفضل استخدام العقل عند زراعة محصول القصب من أنا هزرع أصب دلوقت تمام الأصب معروف بزرع بالعقل لا ينتج بظروف تحت الظروف المصرية فأنا هستخدم العقل من أصب غرز ولا من خلفة أولى ولا من خلفة تانية دايما في الدورات الزراعية الخاصة بالأصب بنقول إحنا بنعمل سنة تمهدية أولى أو سنة تمهدية تانية ليه للحصول على قصب غرز أستخدمه إيه في الزراعة فإذا هنا أستخدمه من أصب إيه أخده من أصب غرز يبقى يفضل زراعة العقل من أصب إيه أصب غرز النقطة رقم ثلاثة الخصب الناتج عن عمليات خدمة الأرض خصب طبيعي خصب مؤقت خصب إيه مؤقت ركز معايا لما نشوف أنواع الخصب قالك أنواع الخصب خصب دام وخصب إيه مؤقت طيب التعريف بتاعه قالك وقدرة الأرض على التاج المحاصيل بما تحتوي من العناصر إيه غزائية ده تعريف إيه الخصب ولكن ده تعريف الخصب إيه الطبيعي لكن الخصب المؤقت إن أنا بضيف عناصر إيه إنتاج ويتوقف الإنتاج أو خصوبة التربة إذا إيه توقف إضافة هذه العناصر فأنا عند الخصب الناتج عن عمليات خدمة الأرض هل عمليات خدمة الأرض ديه شيء طبيعية ولا شيء أنت بتعمله بإيدك إذن هنا إيه طبيعية يبقى خدمة الأرض شيء أنا بعمله بإيدي فبالتالي بيكون هنا في الحالة دي هختار خصب إيه هيكون خصب مؤقت بمعنى لو أنا وقفت عملية الري المحصول عندي إيه هيتأثر لو أنا وقفت عملية العزيق الحشاش هتأثر عندي إيه على إنتاجية إيه المحصول فإذن هنا هيكون خصب مؤقت يبقى الخصب الناتج عن عمليات خدمة الأرض خصب إيه خصب مؤقت ولكن إذا غير لك سؤال ألك الخصب الناتج عن الزراعة الطبيعية أو عمليات الطبيعية للتربة هيكون هنا خصب إيه طبيعي النقطة اللي بعد كده رقم ثلاثة يستخدم تصميم مربع لتيني عند تدرج الخصوبة يعني أنا دلوقتي فيه تصميمات أنواع التصميمات اللي إحنا درسناها اللي إحنا قلنا عليهم التلات أنواع تصميم تام العشوائية تام العشوائية وكطعات كاملة العشوائية ومربع لتيني بيتحددوا على حسب نوعية الخصوبة وقلنا أنا بختار تصميم تام العشوائية إذا كانت الأرض متجنسة الخصوبة بختار كطعات كاملة العشوائية إذا كانت الخصوبة في اتجاه واحد اما اذا كانت الخصوبة في اتجاهين متعمدين باختار مربع لاتيني يبقى هنا يستخدم تصميم مربع لاتيني عند تدرج الخصوبة في اتجاه واحد ولا في اتجاهين ولا في التجانس التام يبقى هنقول هنا ايه في الاتجاهين يعني انا مش قادر احدد الاتجاه اذا كان من الشمال للجنوب او من الشرق للغرب طيب النقطة اللي بعد كده من الصفات الجيدة للتقاوي ايه هي قال لك خلوها من الجنين ولا أصابتها بالتفحم ولا خلوها من الحشاش يبقى من الصفات الجيدة للتقاوي أن تكون خالية من الحشاش خلوها من الحشاش ولكن إذا كانت مصابة بالتفحم أو خلوها من الجنين ديت من الصفات الغير جيدة أو من الصفات الرضية للتقاوي النقطة اللي بعد كده القيمة الحقيقية لتقاوي نسبة نقاوتها 90% وإنباتها 85% هي يعني أنا عندي القيمة الحقيقية لتقاوي نسبة نقاوتها 90% وإنباتها 85% بتساوي كام؟ أنا هحسيبها إزاي؟ هنا إداني في الاختيار الأول 66.5% الاختيار الثاني 76.5% الاختيار الثالث 86.5% طيب قلنا القيمة الحقيقية بتساوي نسبة الإنبات في نسبة النقاوة عالمية يعني هتطرب 90 في 85 عالمية هتديك كام؟ هتديك 76.5% يبقى القيمة الحقيقية أنا بحسيبها إزاي لو جاتلي في حالة زي دي بضرب نسبة النقاوة في نسبة الإنبات وأسهمهم إيه؟ عالمية إدتني 76.5% تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده مسافة العزل المكاني لمحصول القمح لإنتاج تقاوي لأساس هي يعني إيه عزل مكاني؟ في إنتاج الأصناف اللي أنا بستنبوتها جديد بعمل نوعين من العزل عزل مكاني وعزل زماني يعني إيه عزل مكاني؟ يعني أنا ببعد الصنف ألف بعيد بعيد عن الصنف إيه؟ بخلي في مسافة بينهم في الزراعات بين الحقل والحقل أو المزرعة والمزرعة أو أعمل لهم عزل زماني يعني إيه عزل زماني؟ يعني أخلف معاد الزراع أزرع واحد مبكر عن التاني بخمستاشر لإيه إلى عشرين يوم حتى إذا تم نموه ونضج حبوب اللقاح ماينضجوش فيه في وقت واحد ويتم إيه تلقيح خلطي ما بين إيه المحصولين ويحصل عندي إيه اختلاط في الأصناف يبقى مسافة العزل المكاني المحصول القمح لإنتاج تقاوي الأساس هي قال لك عشرة متر ولا مئة متر ولا ألف متر خلي بالك من كلمة الأمح وخلي بالك من محصول الزراع ليه؟ لأن في مسافات العزل الأمح عندي هنا محصول ذاتي التلقيح الزهرة خنسة يعني مش هتتنقل حبة لقاح من نبات أو من صنف إلى الصنف إيه التاني فبالتالي إيه التلقيح والإخصاب داخل ظهرة نفسي إيه النبات نفسه ولكن في محصول الزهرة الشامية بيتم نقل حبة اللقاح من نبات لنبات إيه آخر وبالتالي ممكن تتنقل عن طريق الحشرات أو عن طريق إيه لهوا فانا بزوت هنا مسافات العزل للذورة ولكن إحنا عندنا هنا سؤال مسافة العزل المكاني المين لمحصول الأمح في إنتاج تقاوي الأساس هيكون كام يا سيدي هيكون عشرة متر قليلة ليه لأن زي ما اتفقنا وعرفنا أن التلقيح والإخصاب ذاتي داخل نفس الزهرة إيه في الأمح يعني حبوب اللقاح مش هتتنقل من نبات لنبات أو من ظهرة لنفس الظهرة على نفس النبات النقطة اللي بعد كده يساوي مجموع القيم مقسوما على عادتها يعني مجموع القيم مقسوما على عادتها إيه هو قالك الوسيط ولا المنوال ولا المتوسط الحسابي يعني ممكن يجيب لك مجموعة قيم يكتب لك من 1 ل 11 11 1 2 3 4 5 ومطلوب منك تحسب لهم الوسيط المنوال أو المتوسط الحسابي فإذا كان مقسوما على عادتها إذن هنا المتوسط الحسابي يبقى المتوسط الحسابي هو يساوي مجموع القيم مقسوما إيه على عددها ولكن المنوال قال لك المنوال هو القيمة الأكثر تقرارا في مجموعة القيم طيب الوسيط قال لك هي القيمة القيمتين التي تتوسط مجموعة القيم الزوجية بمعنى إداني ستة أرقام واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة طيب فين الوسيط بتاحهم الوسيط بتاحهم هيكون ما بين ثلاثة ايه واربعة ثلاثة واربعة هما دول مجموحهم هيكون ايه الوسيط ولكن الوسيط الحسابي إذا كان مجموعة قيم مكسوم على عددها ليه في العدد ايه الفردي لو احنا قلنا رقم خمسة إداني خمس قيم واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة فرقم ثلاثة هنا هتكون ايه الوسيط الحسابي بتاعي اللي هو القيمة التي تتوسط ايه الاعداء تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده يكون عرض القناة في تصميم التجارب في حالة لما أعد أعمل قناة تريد في تصميم التجارب هصمم تجربة سواء كانت في مربع لاتين أو قطعات كاملة العشوائية أو تصميم تم العشوائية هيكون عرض القناة هنا عندي كام طيب أنا أخذها معلومة كده إذا كانت بيتنا هيكون نص متر إذا كانت قناة تريد هتكون واحد ونص ايه متر يبقى هنا عرض القناة عندي في تصميم التجارب هيكون كام واحد ونص متر أما الخمسة الخمسين من مية أو الخمسة من عشرة لها نص متر هيكون عرض ايه البتن طيب الواحد متر ده بتاع ايه ده عرض المشاية ده عرض ايه المشاية نخلش بعد كده عدد سنوات السنوات التمهدية عند زراعة القصب في الدورة والتي يشغل نص المساحة ويبقى في مكانه سنتين وتجدد زراعته سنويا هيعدتها يعني عدد السنوات التمهدية للأصب في الدورة التي يشغل فيها نص المساحة ويبقى في مكانه سنتين وتجدد زراعته سنويا هتكون ايه زي ما اتفقنا مع بعض هتكون سنة واحدة تمهدية سنة واحدة ايه تمهدية طيب النقطة اللي بعد كده هنشوفها مع بعض تقدر نسبة الإصابة المرضية أو الحشرية ويطلق عليها اختبار انا لا مععد اقدر في اختبارات التقاوي اقدر نسبة الاصابة المرضية أو الحشاية يطلق عليها اختبار ايه نسبة النظافة ولا الحالات الصحية ولا نسبة الانباط في الحالة دي هيكون اختبار الحالة الصحية اختبار الحالة ايه الصحية النقطة اللي بعد كده البناء المثالي للتربة زلاية الخصب الجيد هو البناء المحبب والرأسي والطبقي هنا هيكون البناء المحبب يعني بتكون التربة عندي في صورة حبيبات طيب النقطة اللي بعد كده مدة دورة القصب الذي يشغل نصف المساحة ويبقى فيه بقعاته سنتين وتجدد زراعته سنويا هناك كان يشغل نصف المساحة ولا تجدد زراعته سنويا فكان مدته سنة واحدة تمهدية هنا هيكون كام سنة تمهدية هيكون أربع سنوات مدة الدورة هنا تكون كام أربع سنوات طيب النقطة اللي بعد كده عدد أقسام الدورة أو عدد الأقسام في دورة القطن والذي يجغل سلس المساحة هي هيكون قد إيه أنا عندي الدورة بتاعت القطن بتكون دورة إما سنائية أو سلسية أو ربعية هنا قال لك عدد الأقسام في الدورة والذي يجغل تلت المساحة طيب أنا عايز أحسب عدد الأقسام أحسبها إزاي في الحالة دي قال لك بيتساوي مدة مقصد محصول الرئيسي بالسنين على نسبة ما يجغله من المساحة يعني هو أنه بيجغل تلت المساحة يبقى واحد على تلت فهتساوي كام ثلاثة يبقى عدد الأقسام عندي هنا يكون كام قصب هيكون ثلاث أقسام هيكون ثلاث إيه أقسام النقطة اللي بعد كده عدد السنوات التمهدية في دورة قصب يمكس في مكانه سلس سنواته وتجدد زراعته سنويا هي قد إيه قلنا سنتين عدد سنوات التمهدية في دورة قصب يمكس في مكانه سلس سنواته وتجدد زراعته سنويا يبقى هنا عدد السنوات التمهدية تكون سنتين النقطة اللي بعد كده من فوائد اتباع الدورة الزراعية السليمة من فوائد اتباع الدورة الزراعية السليمة مناخ المنطقة ولا نوع الطربة ولا مقاومة الأفات يبقى من فوائد اتباع الدورة الزراعية السليمة هنا مقاومة الأفات علشان أنا لما اتبع دورة زراعية سليمة أقدر أقوم الأفات خصوصا على سبيل المثال لو كانت آفة أو مرض زي العفن الأبيض اللي بيسيب إيه محصول البصل نوع تاني من أنواع الأسئلة اللي هو ضع علامة صح أو أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة الخطأ في ميت يعني هنا هتحط العلامة صح أو علامة إيه خطأ فالأسئلة دي بتكون السهل الممتنع يعني إيه سهل الممتنع يعني أنت ممكن تقرأ الجملة بسرعة وفي كلمة في النص أنت ما خدش بالك منها خصوصا إحنا كشعب مصري ممكن ناخد في الجملة كلمتين وإحنا بنكمل يعني ما بنهتمش بالنهاية ده إحنا بنقول عند زراعة كذا عند زراعة البصل أو الفل بيحدث كذا طب لا إنت أقرأ بالراحة وقرأ الجملة بالراحة علشان تقدر تعلها إيه صح ليه لأنك أنت بتجاوبها وفي الآخر بتطلع بره لما تراجع بعد ما تخلص امتحنت بتلاقي نفسك إيه جوابت خطأ ليه لأنك أنت ما أردش أو ركزت في قرية العبارة إيه الصحيح تعالي نشوف مع بعض رقم واحد من صفات التقاوي الجيدة أن تكون ذات نسبة إنبات منخفضة من صفات التقاوي الجيدة أن تكون ذات نسبة إنبات منخفضة لا الإجابة دي صح ولا غلط الإجابة دي خطأ خطأ ليه لأن من الصفات الجيدة للتقاوي أن تكون ذات نسبة إنبات مرتفعة الإجابة هنا خطأ رقم اتنين تقاوي الأساس مرحلة من مراحل إنتاج التقاوي صح تقاوي الأساس من مرحلة من مراحل إيه إنتاج التقاوي ليه لأن إحنا قلنا مراحل إنتاج التقاوي عندنا أربع مراحل إيه هي قلنا تقاوي المربي اللي هي بنقول عليها النوية المربي بعد كده بتديني تقاوي الأساس الأساس بتديني التقاوي المسجلة المسجلة بتديني تقاوي إيه معتمد يبقى أنا عندي أربع مراحل للتقاوي تقاوي المربي النوية باخد منها تقاوي الأساس بسجلها بتكون التقاوي المسجلة باخد من التقاوي المسجلة بتتزرع على مساحات كبيرة وباخد منها كمية كبيرة بتكون هنا اسمها تقاوي ايه معتمدة اذا الاجابة ايه هنا صحيحة النقطة اللي بعد كده تحسب النسبة المقاوية للنقاوة بعد البزور التي اعطت بادرات ايه طبعية طيب خلي بالك من اللعبة هنا خلي بالك اقرأ الجملة دي كويس تحسب النسبة المقاوية للنقاوة بعد البزور التي اعطت بديرات ايه طبعية اذا الاجابة هنا صحيحة ولا خطوئة الاجابة هنا ايه خطوئة ليه خطوئة ليه لان تحسب النسبة المقاوية للانبات بعد البذور التي احطت بديرات ايه طبعية ولكن لو انا هحسبها للنقاوة يبقى تحسب النسبة المقاوية للنقاوة بحسب نسبة البذور والشوائب بحسب نسبة البذور ايه والشوائب لكن هنا عد بديرات طبعية يبقى نسبة ايه انبات النقطة اللي بعد كده المحتوى الرطوبي للبزور من أهم العوامل التي تساعد على حيوية التقاوي أثناء التغزين صح ولا غلط؟ الإجابة دي صحيحة ليه؟ لأن المحتوى الرطوبي إذا قلت إذا الرطوبة زادت التقاوي دي هتعفل إذا قلت الجنين هيحصل له عملية اختناق ويموت هيفقد جزء من الرطوبة بتاعته ويبدأ إيه؟ يموت فإذا الإنبات بتاع التقاوي دي هيكون إيه؟ هيكون أليل النقطة اللي بعد كده وزارة الزراعة من مصادر الحصول على التقاوي الجيدة صح ولا غلط؟ صح طبعا طيب النقطة اللي بعد كده من أسباب الإقبال على الوقود الحيوي رخص السمن يعني السبب أن الناس أقبالت على الوقود الحيوي أن تمنه رخيص صح ولا غلط؟ تعال نشوف مع بعض الإجابة دي خطئة ليه؟ لأن أسباب إقبال الناس على إنتاج الوقود الحيوي أنه غالي السمن يعني أنا ممكن في أمريكا ودول أوروبا بينتجوا الوقود الحيوي من الأمح فأنا بدل ما بيع أردب الأمح ب400 جنيه أو ب500 جنيه أو ب600 جنيه أنتجوا وقود حيوي بدين إيه؟ سعر إيه؟ أعلى طيب تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده الخزب هو قدرة الأرض على إمداد المحاصيل بالعناصر الغذائية اللازمة لنموها إحنا دلوقت عرفناها من شوية مع بعض عرفنا مع بعض الخزب من شوية في أثناء الشرح وقلنا الخزب هو قدرة الأرض على إنتاج المحاصيل بما تحتويه من عناصر إيه؟ غذائية يبقى الإجابة دي صحيحة ولا خطأ؟ الإجابة دي صحيحة يبقى الخزب هو قدرة الأرض على إمداد المحاصيل بالعناصر إيه؟ الغذائية لنموها النقطة اللي بعد كده الكمبوست شفناها في الأول في التعريفات الكمبوست هو السماد العضوي الناتج من التحلل اللاهوائي للمخلفات العضوية النباتية الإجابة دي صحيحة ولا خطأ؟ نفكر مع بعض الله ينور عليكم الإجابة دي ايه؟ خطأة ليه خطأة؟ لأن هنا قال لك التحلل اللاهوائي ولكن الكمبوست هو السماد العضوي نتج من التحلل الهوائي للمخلفات العضوية النباتية إذن الإجابة دي ايه؟ إجابة خطأ تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده تعرف تعرف الزراعة العضوية بأنها نظام انتاج زراعي اجتماعي بيئي متكامل يتجنب استخدام الأسمدة المعدنية والمبيدات يبقى تعرف الزراعة العضوية بأنها نظام انتاج زراعي اجتماعي بيئي متكامل يتجنب استخدام الأسمدة المعدنية والمبيدات الإجابة دي إجابة صحيحة وقلناها في التعريفات ايه في الأول طيب النقطة اللي بعد كده الوقود الحيوي هو انتاج الطاقة من الكائنات الحيية سواء النباتية محاصيل منزرع أو النباتات طبعية إجابة صحيحة طبعا إجابة ايه صحيحة وليست إجابة ايه خطأ تعالوا نشوف نقطة كمان التوسع الزراعي الرأسي هو زيادة المساحة المنزرعة باستصلاح مساحات في الأراضي الجديدة القابلة للزراعة لو رجعنا بذكرتنا شوية احنا عرفنا التوسع الزراعي الأفقي والتوسع الزراعي الرأسي قلنا الرأسي بنزود غلة الفدان قلنا الأفقي بنعمله بتزود المساحة ايه المنزرعة والجهود المبسوطة للتوسع الزراعي الأفقي قلنا الخمس مشاريع اللي هم معمولين في جمهورية مصر ايه العربية يبقى إذن الإجابة هنا عندي ايه إجابة صحة ولا خطأ إذن الإجابة هنا إجابة خطأ ليه إجابة خطأ ليه لأننا عندي التوسع الزراعي الرأسي هو زيادة غلة الفدان أو زيادة غلة وحدة ايه المساحة النقطة اللي بعد كده نشوفها مع بعض الفجوة الغذائية تعني الفرق بين ما نستطيع انتاجه من المحاصيل والمواد الغذائية وبين ما يكفي الاحتياجات الأساسية للسكان الإجابة دي صح ولا غلط يعني احنا سمعنا كثير عن الفجوة الغذائية ايه هي الفجوة أننا بنتج محصول الأمح ما بيقضنيش فبضطر استورد أجيب أمح منبرة علشان أسد الناقص من الانتاج بتاعي منبرة إذن فهنا ايه فجوة فيه فجوة ما بين الفرق ما بين الانتاج والاستهلاك بيسمى ايه فجوة إذن الإجابة دي إجابة ايه صحيحة النقطة اللي بعد كده التكسيف الزراعي هو زراعة محصولين أو أكثر في مساحة من الأرض في نفس الموسم لتعظيم الاستفهادة من الموارد الأرضية لتعظيم الاستفادة من الموارد الأرضية هنا الإجابة هنا إجابة ايه خاطئة ليه لأن هنا قالك التكسيف الزراعي مش هو التكسيف الزراعي بقى هنا التحميل الزراعي الإجابة الصحية التحميل الزراعي هو زراعة محصولين أو أكثر في مساحة من الأرض في نفس الموسم لتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية ولكن التكسيف الزراعي هنقول هو مجموع زراعة الأرض من المحاصيل خلال عام واحد يعني أنا زراعة الأرض صيفي وشتوي ونيل لأنه كده زراحتها ثلاث مرات يسمى تكسيف الزراعي ولكن التحميل الزراعي هو زراعة محصولين أو أكثر في مساحة من الأرض في نفس الموسم للتعظيم الاستفادة من الموارد الأرضية نقطة لبعد كده من أهم العوائق والتحديات التي تواجه خطاع الزراع عن نظرة العمالة الفنية المدربة وإحنا بنقول لك يا باش مهندس إحنا عايزينك تطلع عامل فن مدرب فاهم شغلك كويس ومعاك حرفة أو مهنة سواء كان في التعليم الزراعي أو الصناعي أو الفندوقي تقدر تفيد بها نفسك وتقدر توجد لنفسك فرصة عمل إذن الإجابة دي صح والله خطأ الإجابة دي صحيحة لأن أنا ما عنديش عمالة فنية مدربة كتير فده يعتبر من أهم العوائق التي تعيق والتحديات التي تواجه قطاع الزراع النقطة اللي بعد كده مع بعض من أهم العوامل الخارجية التي تؤثر على خصوبة التربة درجة الحرارة صح والغلط إحنا قلنا خصوبة التربة وشرحناها قبل كده في حلقة سابقة أن العوامل اللي بتأثر عليها نوعين عوامل خارجية وعوامل إيه داخلية قلنا العوامل الخارجية لا تطعق ليس لها علاقة إيه بالتربة ولكن العوامل الداخلية اللي لها علاقة بالتربة اللي هي إيه قلنا قوام التربة بناء التربة المحتوى كائنات الحية ولكن العوامل الخارجية اللي قلناها كانت الحرارة والأمطار والمطر وأي عملية بتتم خارج التربة يبقى من العوامل الخارجية التي أثر على خصوبة التربة درجة الحرارة إذن الإجابة هنا إجابة صح تعال نشوف بقى نوع تاني من الأسئلة ما المقصود بكل من الدورة الزراعية والتركيب المحصولي المقصود زي التعريف بس إحنا بنجيب لك صورة الأسئلة والاختلاف بتاعها يعني هو الإجابة واحدة ولكن إحنا بنجيب لك إيه المضمون بمعنى لو أنت عرفت الدورة الزراعية هي المقصود بيها التركيب المحصولي إحنا عرفناه من شوية هو المقصود بيها يبقى تعال نشوف الدورة الزراعية هو النظام الذي تتعاقب وتتبادل فيه المحاصيل على قطعة أرض معينة خلال فترة زمنية إيه محددة دي الدورة إيه الزراعية هو النظام الذي تتعاقب وتتبادل في المحاصيل على قطعة أرض معينة خلال فترة زمنية إيه معينة وهي تعريف الدورة الزراعية تعال نشوف المطلوب التاني التركيب المحصولي إيه هو التركيب المحصولي؟ اللي هو عبارة عن قائمة بالمحاصيل مع بيان المساحة بالأفدنة وبيان النسبة المقاوية للمحصول بالمقارنة بإجمال المساحة الحقلية أو المساحة المحصولية يعني إيه التركيب المحصولي تاني؟ عبارة عن قائمة بالمحاصيل مع بيان المساحة بالأفدنة وبيان النسبة المقاوية للمحصول بالمقارنة بإجمال المساحة الحقلية أو المساحة المحصولية بمعنى إيه؟ إن أنا التركيب المحصولي بعمل أجمع المحاصيل اللي اتزارعت في جمهورية مصر العربية في سنة أجمع المحاصيل الحقلية محاصيل الخضر محاصيل الفكهة المحاصيل الأخرى أو المنافع هياخد المحصول الآن هاشوفه كان مزروع كام اتزارعت منه كام مساحته كانت كام من الأراضي محصوله دوره كذلك الأمر فإجمال المساحات اللي هي هتطلع إجمال المساحة في القيمة الصيفي زائد الشتوي بمعنى أنا عندي فدان واحد زراحته في الصيف درة وفي الشتة زراحته أمح يبقى أنا كده عندي كم محصولين لفدانين فدان درة وفدان أمح ولكن هو فدان أمح إذن هو ده تركيبه المحصولي طبعا بيتحاسب على مستوى جمهورية أو على مستوى زمام كبير تعالوا نشوفوا النقطة اللي بعد كده مثال من أمثلة الدورة الزراعية أسئلة بيجي لك السؤال في الصورة دي تصمم دورة زراعية لمزرعة تزرع بها المحاصيل التالية يعني إيه المحاصيل اللي هتزرع فيها قال لي 15 فدان زورة شمية و15 فدان أرز و15 فدان أطل و5 فدان برسيم والسديم و10 فدان أمح 10 فدان في البلدي 5 فدان كتان 15 فدان برسيم تحريش موضح عن مدة الدورة عدد أقسام الدورة رسم كروكي يوضح توزيع المحاصيل إيه على الدورة أنت المطلوب منك في مزرعة هتصمم لها الدورة هتتزرع فيها المحاصيل دي طب هتصممها إزاي؟ تعالوا نشوفوا الخطوات اللي احنا نمشي عليها ونحسبها إزاي وإزاي نصمم الدورة الزراعية بتاعتنا المناسبة للمزرعة دي قال لك رقم واحد تحسب مساحة المزرعة تحسب مساحة المزرعة طيب هو إدايك في المثال أن أنت عندك 15 فدان رز 15 فدان قطن 15 فدان زرار شمية 10 فدان برسيم إلى خيعا طيب أنت هتحسبها إزاي مساحة المزرعة بتاعتك؟ قال لك في القانون بتاعك مساحة المزرعة تساوي إجمالي مساحة المحاصيل الصيفية وليست الشتوية يعني أنا علشان أحسب المساحة الكلية للمزرعة بتاعتي أجمع مساحات المحاصيل الصيفية وليست الشتوية ليه الصيفية؟ قال لك لأن الصيفية مساحتها سبتة ولكن الشتوية بيدخل معها برسيم التحريش بيعمل إخالة في المساحات اللي أنا بزرعها قبل محصول القطن لأنه برسيم بيدين حشة واحدة أو حشتين فبالتالي بتكون مدته قصيرة ما بيكملش بموسم الشتوية معايا يبقى إذن مساحة المزرعة هنا بتساوي مساحة المحاصيل الصيفية اللي هي 15 فدان زورة شامية زائد 15 فدان أرز زائد 15 فدان أطني يبقى ساوية 45 فدان إذن المحصول الرئيسي هنا القطن ومثل سين سي ايه المساحة تعال هنحسب مدة الدورة مدة الدورة هتساوي مدة مكس المحصول الرئيسي في بقعاته بالسين يعني على نسبة ما يشغله في المساحة احنا حسبناها من الشوية مدة مكس المحصول الرئيسي للمحصول الحاولي بيسوي سنة بحط له واحد نسبة ما يشغله من المساحة القطن عندي هنا بواخد 15 فدان من 45 يعني بيحتل تلت المساحة إذن مدة الدورة عندها تكون ثلاث سنوات طيب عدد أقسام الدورة قالك عدد سنوات الدورة عدد أقسام الدورة بتساوي مدة الدورة بالسنين على مدة مكس المحصول الرئيسي في بقعاته بالسنين احنا طلعنا مدة الدورة ثلاثة مدة مكس المحصول الرئيسي سنة إذن عدد الأقسام هنا عندي ايه ثلاثة إذن عندي عدد السنوات بتساوي عدد الأقسام بتساوي ثلاث ايه أقسام إذن في الرسم الكروكي اللي أنا هرسمه هرسمه رسم ايه مكون من 9 خانات في تقسيم المحاصيل أنا هأسم المحاصيل الدخلة في الدورة محاصيل شتوية ومحاصيل صيفية محاصيل شتوية بقولية بتريح التربة ومحاصيل مجهدة غير بقولية يبقى المحاصيل بقولية في المحاصيل الشتوية عندي برسيم تحريج برسيم مستدين في البلدي غير بقولية عندي أمحي وكتان المحاصيل الصيفية البقولي في الصيفي ما كانش ايه موجود ولكن الغير بقولية في الصيفي كان قطن 15 فدان قطن و15 فدان زرار شامية و15 فدان ايه أرس تعال الرسم الكروكي زي احنا ما اتفقنا مع بعض كان تلاتة في تلاتة في تسع خنات وبيتشكل بالشكل ده بوجد فيه الأقسام والسنين سنة أولى سنة تانية سنة تلتة السنة الأولى في القسم الأول هحط في المحصول الرئيس وهو القط وقبليه بيكون فيه 15 فدان برسيم تحريش ثم 15 فدان قط وسميه ألف القسم الثاني 10 فدان أمح زي 5 فدان كتاني يبقى كده 15 ثم 15 فدان أرز القسم الثالث 5 فدان برسيم مستديم زي 10 فدان فول بلدي ثم 15 فدان زورة شمية وسميه جيم يبقى أنا عندي ألف به جيم هوزحها بقى أنها ما تتكررش جنب بعضيها يبقى السنة التانية هخلي جيم في الأول وألف أصبحت التانية وبه ايه التالتة هتخش بعد كده بيه هتبقى الأولى جيم التانية وألف الأخيرة احنا هنا لما تبص للرسم الكروكي بتاعك تمام هتشوف المحاصيل هنا بتخدم ايه بعضيها محاصيل متعمقة الجزور محاصيل متعمقة الجزور مع محاصيل سطحية الجزور محاصيل بقلية مع محاصيل غير بقلية وما زرحتش القسم مرتين ايه وراء بعد بنفس ايه المحاصيل فبالتالي أنا كده الدورة عندي ايه سليمة إذن الدورة عندي دي دورة قطن سلاسية يصرح فيها بزراعة ايه الأرزلي لأنه عندي الأرزل من المحاصيل الرأسية اللي بتتعامل باسمها ايه دورة يبقى بمسألة الدورة هنكون وصلنا مع حضراتكم النهاردة لاختام حلقتنا ان شاء الله ونستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى